الجرامر معقدة حياتك ومكفرة سيئاتك؟ هاي بقولك انت بتنسي الكلمات ومقضيها تخمينات؟ هاي بقولك انت كورس انجليزي يا سادة الانجليزي عقب بتقف طريق كم مهول من البنادمين وخلينا نحط نقطة هنا ولا داعي للتفسير اكتر كمان مش محتاجة اقولك قد ايه انه مهم وخطير وحلو بسمسم الكلام ده تهارس في ميديون فيديو قبل كده لكنه مش البعب اللي تخاف منه والكلام ده بناء على تجربة شخصية من واحد شهد مخلفة حرب سنوية عام 2010 اللي هي باي فار تعتبر اصعب امتحان انجليزي جاه في تاريخ الامتحانات وده مش عشان انا جامد تنينين ومفيش من خليفوني تنين هو الحقيقي انا جامد وكل حاجة لكن جامد دانا الصعيد الانجليزي قادر جدا على انك تتقنه بمجرد ما تعرف الخلطة السرية في دراسته بغض النظر بقى عن مستواك او المرحلة اللي انت فيها او حتى درجة اتزامك وهو ده اللي هنعمله في الكورس ده واحنا هنا مش بنقولك ان احنا هنعيد اختراع العجلة لا سمح الله يعني مش هنعملك من المضارع البسيط مضارع تافه مضارع شلو مضارع ضحل لكن هنمشي لك العجلة على طريق مستقيم تقدر تسق فيه وتمشي عليه بامان وثباث والاهم انك هتوصل لا محالة للهدف بتاعك فتعالوا بينا ناخد اوبر فيو عن اللي هنطبقه في الكورس بتاعنا دوت احنا هنا هنتعلم لغة انجليزية مش مادة انجليزي وصدقني في فرق السمع من الارض بين الاثنين لانه المشكلة الوحيدة اللي بيعع فيها معظم اللي بيدرسوا انجليزي او بتدرسوا انجليزي والله ما فرقتش هو انهم بيتعاملوا مع الانجليزي كمادة درجات وخلاص وعليه بيتابعوا اساليب غلط في طريقة التعلم يعني احنا عندنا مشكلة في الانجليزي من بداية الخليقة ليه لحد دلوقتي ما بتنتهيش بالعقل كده ليه ما بتنتهيش ليه ليه فضل الله في احنا لو متابعين اساليب صحة كان زمان الكل طبقه وما بقتش عندنا مشكلة في الانجليزي من اساسه فاسأل نفسك كده كم مرة المدرس طلب منك تحفظ ديش ليون كلمة في الحصة بيزقق لك المعلومات بالعافية واللي مش هيحفظها يدفع غرامة والدور الايام على نفس المنوال وبعد هذه المعاناة وبعد ما حافظت الكلمات ودفعت الغرامات ترجع في الامتحان يا مولايا كما خلقتني ابيض يا طيب ما فيش خالص ما فيش على الجانب الاخر بقى تعاملك مع الانجليزي كأنه لغة هيعلمك صح لانه هيعتمد على تفكيرك وفهمك للجزئيات المختلفة للمادة وعليه مش هتتعف ولا هتمل اضف لذلك ان انت بتتعلم لغة حقيقية يعني هتغنيك عن كورصات كثيرة جدا وليفلات اكتر وعلشان نفهم الطريقة اللي هنمشي بيها في القرص دوت فاحنا لازم ان نجاوب على سؤال هام الاول هو ايه الصعب في الانجليزي ايه اللي بيخلينا مش قادرين على التعامل معاه والاجابة هي تتعلق بحاجتين اما مش عارف احفظ الكلمات او مش عارف استخدم القواعد كل المشاكل بتاع الانجليزي بالاستثناء بتتعلق بالحاجتين دول في الكلمات يا اما باحفظه بنسى او مش عارف احفظ اصلا وفي القواعد او الجرامر فانت يا اما مش فاهيمها او مش عارف تستخدمها وعلى ذلك ايها السادة بيكون استركشور او الهيكل العام بتاع القرص بتاعنا فاحنا اولا هنغطي جزء الكلمات وهنعرف ازاي نحفظها ولينا طرق ابقارية وماركة مسجلة باسمنا في طرق تحفيز هذه الكلمات ومتابعة من اربع سنوات فاتو ما تلعوش من جزئية حفظ الكلمات وبالنسبة للجرامر فاحنا هنشرح كل حاجة من تحت الصفر بطريقة تفهمك وتعلمك ازاي تستخدمها وازاي تحل بكل سهولة دلوقتي بقى معنا لغة وحلوة وزاي الفل طيب على الجانب الاكاديمي بقى او اي 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 انا عايز اجيب درجات يعني الكورس ده مناسب لي ولا لا يعني من الاخر كده الكورس ده المين ايها مرحلة بالزبط والله يا سادة من حسن حظنا انه المناهج بتاعتنا بداية من اول سنة درسنا فيها انجليزي ماشي بمبدأ من كل بستان انظهرها ولكن مع اختلاف المرحلة التعليمية بيختلف الكمية اللي انت بتاخدها يعني عندنا من الابتدائية لحد الكلية وما بعد الكلية وحتى في الكورسات الخارجية او الدورات الاحترافية كله بيدرس المضارع البسيط لكن الفرق الوحيد هو مدى تعمقك في الدراسة دي وحيث اننا كده كده بنشرح من تحت الصفر فكل المستويات وكل المراحل تقدر تستفيد من الكورس دا اللي اننا هنركز على منهج السنوية العامة علشان يقدروا يحصلوا الدرجات اللي هم عايزينها بس برضو الشرح هيكون مرن بما فيه الكفاية ان كل الناس بلا استثناء تقدر تستفيد منه وهنا بنوعدكم ان الناس اللي مستوها مبتدئ مش هيحسوا باي تعقيد او تشويش والناس اللي مستوها متقدم مش هيحسوا باي بديهية او ان الكلام دي اخدته قبل كده او انا عارفه ولا هيحسوا وخالص ان القرص دوت كان مجرد تضيع وقت لاننا ماشيين في الطريقة اللي بنطبق بها القرص دوت على حاجة اسمها وهنا ما تخافش او ترتعب وتقول هو الراجل ده بيعلمنا ايه بالظبط؟ كل ما هنالك ايها السادة هو ان الناس بتختلف في مستوياتها وفي الطريقة التفكير بتاعها لذلك بيختلفوا في الطريقة اللي بتعلموا بيها وعلشان كده في الطريقة بتاع الداتا ساينس ديت القرص هيكون مناسب للكل من خلال اننا بنشكل المحتوى بناء على مستوى الطالب اللي بيدرسوه علشان نتفادى المشكلة اللي بسببها الناس كتير جدا مش بيكملوا في اي كورس ايا كان وهي انهم في مرحلة ما بيحس انهم تايهين او ان القرص ده مش ليهم فاحنا هنا هنقلل الكورس بتاعنا مرن بما فيه الكفاية علشان يشمل اهتمامات الجميع فاللي تتوقعوا بعد نهاية هذا القرص هو تغير جزري في مستويك اللي كنت عليه قبل بداية هذا القرص وفهمك العام وتعاملك مع اللغة ككل واللي بتمنىه منكم مش هقول الالتزام علشان انا اخر واحد اتكلم عن الالتزام الصراحة لكن هطلب منكم المحاولة قدر الاستطاقة وبالمقابل اوعدكم انه يكون ده افضل للوقت انت عملته في كورس في حياتك فما تنساش بقى اتشار هذا المحتوى مع كل من يهمه الامر ولو عندك اي زميلة او صديق او قريب عنده مشكلة في اللغة الانجليزية فادله على هذا الكورس ولو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة ولو اشترك في القناة فعل زر التنبيهات وحتى معد العلم القادم استي تشوند والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته